الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 22 ديسمبر لدينا كثير من تطورات الهمة لهذه الليلة أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو بعناية وبضقة حتى آخر ثواني طبعا لا تنسوا الانضمام من القناة وطبعا لا تنسوا مشاركة الفيديو سنبدأ مباشرة من جبهة خيرسون حيث أعانت القوات الأوكرانية عن حصول كمين جوي وإسقاط ثلاث طائرات سوخوي 34 للقوات الجوية الروسية فيما بعد القنوات الروسية الغير رسمية أعانت سقوط طائرة واحدة فقط ننتظر مزيدا من المعلومات والتفاصيل هكذا حدث هو هام جدا طبعا الحديث أنه تم إسقاط هذه الطائرات بنظام باتريو تم استقدامه إلى هذه المنطقة إضافة إلى أنظمة دفاع جوية أخرى كانت منتشرة هنا سابقا طبعا تم استقدامه على غفلة هذا يعتبر خرق واضح غياب تام لكوات الاستطلاع الروسية حيث تم نقله دون أن تكشفه القوات الروسية إضافة لذلك أحبائي كما قلت لكم ننتظر مزيدا من التفاصيل أما في اتجاه كرينكي داخل البلدة تستمر الاشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية استطاعت القوات الروسية التقدم أكثر في هذه المنطقة وعزل إحدى المناطق السيطرة الأوكرانية عن بقية المناطق طبعا كما تشاهدون بقية هذه المنطقة لوحدها فيما بقية هذه المنطقة يتواجد بها عدد أكبر من القوات الأوكرانية طبعا المساحة ولو كانت تعتبر قليلة أو ضيقة إنما في الواقع هي مهمة نتيجة عزل هذه المجموعات الأوكرانية عن بعضها البعض في خيرسون أما في اتجاه بقية المحاور فقد استطاعت القوات الروسية التقدم كما قلت لكم في الصباح في عدد من الاتجاهات والجباهات الأخرى ولكن تقدم في زاب روجي لخص يضح بمعنى آخر المنطقة هنا تخاد إجمالا باستثناء روبوتيني في مآرق مفتوحة مساحات أراضي مفتوحة وبالتالي التقدم كان سابقا هنا يتم الاستعانة بالغابات ولكن مع نتيجة الدمار والحرب لم تعد هذه أحزمة الغابات كثيفة وبالتالي التقدم يكون بشكل عمليات قدم وطبعا المساحات أحيانا يتقدم الروس ثم يتراجعون يتقدم الأوكران ثم يتراجعون وبالتالي استطاعت القوات الروسية إضافة مزيد من التقدم في هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون فيما تستمر المناوشات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية شمال غربي روبوتيني تحديدا عند هذه النقطة الهجمات والهجمات المضادة فعلا كثيفة في هذا المحور بالزاد المعارك فعلا لا تصدق نتيجة محاولة كل الطرفين السيطرة وتوسيع سيطرته في هذه الاتجاه أما في اتجاه نوفو مخيليفكا فقد استمرت المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ولكن أهم ما حصل اليوم هو إعلان السيطرة على منطقة حديقة الحيوانات والتي كانت تشكل أحد أهم وأكبر وأصعب العقد بخصوص أو المتعلقة بالجيش الروسي طبعا أتت عملية تطويق لهذه المنطقة من المنطقة التي تسيطر عليها الكوات الروسية وتقدمت مجموعات باتجاه المنطقة داخل حديقة الحيوانات وسيطرت عليها مع هذه السيطرة التي تبلغ عمق 1.14 كم وبطول 1.7 كم ستكون القوات الروسية قادرة علشان هجمات إضافية ومزيد من العجمات باتجاه نوفو مخيليفكا ودفع القوات الأوكرانية إلى الخلف ولكن كما قلت لكم في الصباح هذه المنطقة ملغمة بشكل جيد الأوكران لغموها بشكل جيد وبالتالي التقدم ليس بالأمر السهل كذلك يوجد العديد من الدفاعات داخل نوفو مخيليفكا المعركة لن تكون سهلة بتاتا أما أحبائي في اتجاه أفدييفكا فقد استطاعت القوات الروسية التقدم في بعض الأجزاء في اتجاه ستيبوفي تواصل القوات الروسية عمية عسكرية من الجهة الشمالية سيطرت على هذه المساحة باللون الزهري طبعا هي تقدم بسيط ولكن أهم تحاول القوات الروسية الإطباق على ستيبوفي من العديد من الاتجاهات وأحكام السيطرة عليها ولكن مع انسحاب أو تراجع القوات الأوكرانية من المنطقة الرمادية وتحصنهم باتجاه بيرديتشي في هذه المنطقة القوات الروسية تصعى للضغط على بيرديتشي من عدة اتجاهات بمعنى آخر تحاول القوات الأوكرانية الدفاع بهذه الطريقة وتحاول القوات الروسية التقدم من ستيبوفي ومن شمال ستيبوفي وجنوب ستيبوفي باتجاه بيرديتشي وشن محور عمليات جديد اتجاه جديد أما في اتجاه المنطقة الصناعية تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية والأمر اللافت أحبائي هو يعادل تفعيل محور الهجوم جنوب شرقي جفيرني تحاول القوات الروسية الضغط على القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أيضا في اتجاه بخمت أحبائي تتواصل المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية استطاعت القوات الروسية التقدم جنوب قطاع بخمت في ضمن هذه المساحة طبعا بعمق 250 متر وبطول 360 متر تحاول القوات الروسية أن تشن مزيدا من الهجمات حاولت القوات الأوكرانية شن هجمات بالأمس في هذا الاتجاه ولكنها بعد بالفشل فعودت القوات الروسية إطلاق محور جديد عمليات جديد من هذا الاتجاه إضافة للضغط على البلدة نفسها من الجهة الشمالية وبالتالي نشهد معارك عنيفة في المحور شمال كليشيفكا وشمال شرقي البلدة طبعا بخصوص شمالية أو محيط المدينة تتواصل المعارك باتجاه إيفانيفيسكي كما قلت سابقا المعارك مستمرة تحاول القوات الأوكرانية الصمود في هذه الأحزمة الغابات في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة هنا هذه المقر إن أمكن أن نقول موقع دفاعي تحاول القوات الأوكرانية تأخير وصول القوات الروسية إلى البلدة تبعد القوات الروسية عن البلدة أقل من 600 متر وبالتالي ليست بالمسافة البعيدة نظرا للنيران تبعد القوات الروسية عن القناة المائية عن جيزي فيار نحو 5 كيلومتر عن القناة المائية 5.7 كيلومتر عن جيزي فيار أما أحباهي باتجاه بقية المحاول وقتهرت القوات الروسية هذه المنطقة بانتداد 970 متر وبعمق 400 متر وطبعا كما تشاهدون تواصل القوات الروسية عامية العسكرية في هذا الاتجاه إشارة لأمر الهام القوات الروسية تضغط باتجاه أوريخوفوفاسيليفكا باتجاه هريروريفكا طبعا خطنار يوجد 3.5 كيلومتر وصول القناة المائية هنا أيضا عبر السكة الحديدية عبر بودانيفكا وطبعا عبر إيفانيفسكي إذن القوات وعبر هذا الطريق الرئيسي طبعا إذن القوات الروسية تحاول الضغط من كافة الاتجاهات على القوات الأوكرانية تشتيت التركيز الأوكراني أين يجب أن يحموا وأين يجب أن يدافعوا فتحت كل القوات الروسية كل الاتجاهات للوصول إلى القناة المائية بهذا اللون الأزرق كما تشاهدون أما في اتجاه شمال قطاع بخمد تواصل القوات الروسية عمية العسكرية تجاه مواقع القوات الأوكرانية تحديدا في اتجاه سبيرني اليوم كانت هناك معارك عنيفة تحاول القوات الروسية استعادة السيطرة على كامل هذه البلدة والوصول إلى إيفانو داريفكا ولحقا الوصول إلى سيفيرسك بمعنى آخر تحاول وصول إلى هذه المنطقة ثم فيميكا ثم سيفيرسك وأيضا باتجاه فيسيري وعبر السكك الحديدية وعبر بقية الاتجاهات المعركة قوية المعركة ليست سهلة بتاتا في هذا الاتجاه أما أحبائي في اتجاه محو الكريميرايا قلت لكم صباحا سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة باللون الزهري تقترب أكثر في أكثر من بلدة تورني تقدمت بعمق 1.25 كيلومتر وبطول 2.09 كيلومتر أحبائي المعارك عنيفة جدا القوات الروسية كانت تستقدم حشودا إلى هذه المنطقة حتى اللحظة لا تفاصيل لدي حول من هي التشكيلات الجديدة التي وصلت أو إن كانت أو ربما قد تكون من التشكيلات الموجودة تم تعزيزها ورفضها بمزيد من العناصر والمركبات ستتضح الصورة في الأيام القادمة أما في اتجاه كوبيانس تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تحاول القوات الروسية مواصلة العمل في اتجاه سينكيفكا ولكن لم تستطع إحراز أي تقدم حتى اللحظة أمر هام أحبائي وهو ما قاله رئيس وزراء هولندا أنه أبلغ أوكرانيا بقرار إعداد أول 18 مقاتلة من طراز F-16 لتسليمها إلى أوكرانيا مع بداية منذ الفترة استلمت حكومة هولندية لا تؤيد إرسال استلاح بتاتا إلى أوكرانيا ولكن يبدو أنها ستفي بالتزامات الحكومة الهولندية السابقة بإرسال طائرات F-16 لأوكرانيا الأمر الآخر أحبائي أعنات وزارة الداخلية الإسطنية بعد ألمانيا أنها لنتضرد المواطنين الأوكرانيين الملزمين بالخدمة العسكرية كثرت في الأولى الأخيرة حديث حول مسألة تنشيل فايالك جديدة من اللاجئين الأوكران الموجودين في بعض الدول الأوروبية لذلك البعض الدول ترفض ذلك هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوافقكم به طبعا أتمنى من حضراتكم أن لا تنسوا الانضمام للقناة وضع لايك على الفيديو وأريد شكركم على كامل محبتكم وثقاتكم ودعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر